طيب نخرج من الملف ده وناخد سريعا برضو التعليق حضرتك على حول مش تهديد الفيفا بمعنى صح انه هو دلوقتي لازم الانتخابات واللجنة الخمسية قبل 30 نوفمبر يعني عند لجنة الخمسية عندها ملفات والملفات دي ما خلصتش فبقالولهم خلاص احنا ديناكو فرصة لغاية 30 نوفمبر لو الملفات دي ما خلصتش احنا طبعا الفيفا هيبقى فيه اجراءات وفيه عقوبات رسمية امر طبيعي لانه اصلا المدة اللي كان معين فيها اللجنة مدة سنة لم يتم خلال السنة انجاز الملفات المطلوبة وبالتالي تم تجديد او تمديد اربع شهور على اساس انه يتم انجاز هذه الامور فاعتقد انه اجراء طبيعي من الفيفا انه هو يتابع الملف ده وبالفعل يعني يمكن افضل حاجة انه حدد معاد يعني انه حدد يعني اشتغل انت بقى في هذا الاطار لانه فعلا ما ينفعش انه هيجدد له تاني يعني الفيفا مش هيجدد تاني للجنة الخمسية وبالتالي هو عاوز ينجز الاشياء المطلوبة خلال فترة المحددية وخلال السنة اللي فاتت دي كان برضو فيه ملفات كتيرة جدا اعتقد برضو لان الخمسية كان عندها ملفات كتير وشروف صعبة كتير فما قدرتش لكن اتمنى طبعا ان الامور تمشي في هذا الاطار احنا محتاجين احنا كمان الكورة المصرية محتاجة ده احنا محتاجين كمان ايه انه ما نبقاش بنشتغل بالتوالي يعني اخلص ملف اعود فيه خمس شهور وبعين اشتغل في ملف تاني اشتغل بالتوازي اشتغل بالتوازي يعني انا عندي كذا ملف وعندي كذا عضو وعندي كذا موظف يكلف كل عضو في اللجنة بانه يعمل ملف معين مش صعبة يعني اعتقد انها مش صعبة وخصوصا انه المجموعة اللي جات في اللجنة مش من حقهم او هما مش بيفكروا ان هما ينزلوا انتخابات على الاقل في الفترة اللي جاية وكمان اصل محمد افتكر محمد فضل قال الكلام ده افتكر من اكتر من شهر انه هو احنا خلاص جاهزين واللايحة جاهزة الخطوة بقى الجاية اعلن الليحة عشان الناس تحضر كمان نفسها ويبقى الامور راضحة بالناس اللي برده وبرده يا ريتي اعلنوا ليه عشان ما بقاش فيه فرصة للاكتهادات يعني انا بلاحظ انه كل شوية تسريب خبر خبر البلونات تشوف انت بقى رد فعل الناس ايه ويقولوا ايه لأ انتو كلجنة احنا بقولك بنحترم يا كابتن هاني اللجنة دي جدا طبعا بكل اعضاء بابتداء من الستاذ عمر الجنيني وجميع الاعضاء ووثقين ان هما يقدروا ينجزوا الاعمال المطلوبة منهم لان احنا المفروض يبقى عندنا فيما بعد خطوات بقى اكسر اكسر سرعة وتقدما يعني انت عايز ربط دوري محترفين عايز كذا يعني فيه بالضبط فيه كذا امر يعني اعتقد ان هما كانوا يقدروا يعملوه اكتر من اي حد تاني نتمنى لهم التوفيق طبعا يعني ان شاء الله باذن الله الامور مش عزين عقوبات ومش عزين دخول عقوبات باذن الله يعني ربنا يوفاهم طبعا احنا بذن الله احنا بذن الله